نعود مجددا إلى تصريحات يوسف عزة المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع والذي وصف في مقابلة مع قناة إسرائيلية الهجمات التي يشنها الجيش السوداني على قواته بهجمات حركة حماس الإرهابية وفق قوله ضد إسرائيل وقال عزة في تصريحات إن ما تتعرض له قوات الدعم السريع تعرضت له إسرائيل ألاف المرات ممن وصفها بالجماعات الإرهابية على غرار حركة حماس على حد قوله تعرضت له إسرائيل ألاف المرات من المجموعات الإرهابية طبعا هي حماس وغيرها من المجموعات الإرهابية التي يعرفها الشعب ويعرف إرهابها الشعب الإسرائيل الجيد ومن حيث ينضم إلينا مرسلنا أحمد دراوشة أحمد ما هي ردود الفعل على هذه التصريحات الصادرة من المسؤول والقيادي في قوات الدعم السريع السودانية على المستوى الرسمي الإسرائيلي هناك صمت حول هذه التصريحات وحول ما يجري في السودان هناك فقط تعبير عن استعداد إسرائيل من أجل التوسط بين طرفي النزاع أو طرفي المكون العسكري سابقا كما كان ينظر إليه المكون عسكري مقابل مكون مدني إسرائيل لديها علاقات جيدة مع المكون العسكري لا توجد لديها علاقات وطيضة مع المكون المدني وطوال الوقت تعول إسرائيل على استقرار في السودان واستتاب الأمر وحسم موضوع التطبيع مع السودان قبل انتهاء الحكم العسكري وانتقال الحكم إلى المدنيين لأن إسرائيل كانت تفترض أن وصول المدنيين إلى الحكم في السودان قد يعني تجميد كافة الاتصالات التي تتعلق بالتطبيع لإسرائيل علاقات بالجنرال البرهان هذه العلاقات مع البرهان تكون بالأساس مع وزارة الخارجية الإسرائيلية وهناك في المقابل علاقات للأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع قوات الدعم السريع التي يقودها إحميتي خلال السنوات السابقة وتحديدا خلال الأشهر الأخيرة كشفت وسائل الإعلام إسرائيلية عن عدة معدات تجسس زودت بها إسرائيل حميتي خلال الأشهر الأخيرة منها أجهزة تجسس قادرة على اختراق هواتف في السودان من أجل أن يستخدمها حميتي وهناك تم ورصدت في أكتوبر الماضي طائرة إسرائيلية حطت في السودان كانت تحمل أجهزة تجسس لقوات الدعم السريع بوساطة أوروبية بالإضافة إلى ذلك كانت هناك زيارات متتالية من شقيق حميتي إلى إسرائيل خلال السنوات الماضية ولقائه مع مسؤولين في الموساد هذه اللقاءات أفارت غضبا في السودان بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام إسرائيلية لأنها تأتي بالتنصيق مباشرة مع قوات الدعم السريع وصلت تجاهل لموقف الجيش السوداني والحكومة المدنية التي كانت موجودة في تلك الفترة بقيادة عبدالله حمدوك راحقا قالت إسرائيل أنها ستخفض من مستوى التعامل العلني على الأقل مع إحميتي لكن بعد ذلك تم الكشف عن وجود اتصالات بينهما على المستوى العام إسرائيل تفضل في التصريحات العلنية عدم الانحياز إحميتي وعدم التصريح أنها تنحاز إليه علنا أو ربما تزوده بالأسلحة وما دون ذلك تكتفي بالدعوة إلى تهدأة الأوضاع بالسودان لكن إن طال أمد القتال في السودان وربما احتاجت الدعم السريع أو الجيش السوداني عفوا إلى حسم المعركة فمن غير الواضح إلى أي طرف ستنحاز إسرائيل أيضا في المقابلة التي أجراها عزت كان هناك تركيز على أن قوات الدعم السريع تواجه ما سماها بالجماعات والعصابات الإسلامية التي تسيطر على الجيش السوداني وفي التصريحين سواء الجزء المتعلق بحركة حماس والتي يصفها بأنها حركة إرهابية أو في الجزء المتعلق بوصف الجيش السوداني بأن هناك حركات إخوانية وإسلامية تسيطر عليه هناك محاولة على اللعب على وطر يتعلق بإسرائيل وهو يعتقد أن إسرائيل ستعمل ضد الإسلاميين في المنطقة أو أن إسرائيل ستتحرك ضد الجيش السوداني والهدف طبعا هو الترويج لهذا الكلام وهناك اعتقاد بأن إسرائيل قد تضغط على الولايات المتحدة لاتخاذ موقف لكن في إسرائيل ينظر إلى هذه التصريحات وكأنها ليست ذات صلة إسرائيل لا تقدم نفسها هكذا في العالم العربي وهناك أزمة في العلاقات بين حكومة بن يمين نتنياهو بالإضافة إلى الأزمة ومع الإدارة الأمريكية لذلك من غير الواضح أن إسرائيل ستتقبل هذه التصريحات أو ستلتزم فيها علنا هي تعكس بالأساس مخاوف السودانيين أو ما يتحدث عنه قوات الدعم السريع وخطابها السياسي ونظرتها المستقبلية للحكم في السودان وليس بالضرورة أن تأخذه إسرائيل بالحسبان خلال الفترة المقبلة لذلك إسرائيل ترتعد عن التعليق عن هذه الأمور وتفضل الإبقاء على التصريحات التوحدية لكن لا شك أحمد أن ما يشري في السودان من تطورات ميدانية وسياسية ربما يربك إسرائيل فيما يتعلق باتفاقية السلام مع السودان صحيح هذا أولا وثانيا يكلك إسرائيل لأن السودان قبل الإطاحة بالبشير بسنوات كانت معكلا لفصائل المقاومة الفلسطينية تحديدا لحركة حماس إسرائيل شنت أكثر من هجوم خلال السنوات الأخيرة أو في العقد الثاني من هذا القرن على السودان كانت هناك هجمات كثيفة على مناطق قرب العاصمة خرطوم وعلى مناطق بحرية كانت إسرائيل تعتقد أن هناك طرق جدية لتهريب الأسلحة من إيران إلى قطاع غزة وإلى لبنان تمر بالسودان لذلك نفذت عدة هجمات بعد العام 2019 نتيجة للتنصيق مع الجيش السوداني ومع قوات الدعم السريع تراجعت الهجمات الإسرائيلية على الأقل الهجمات العلنية مصادر فلسطينية تتحدث عن أن حركة حماس قد أبعدت من السودان وقد تراجع نشاطها بشكل كبير جدا في تلك المنطقة وكذلك حزب الله اللبناني لذلك تحشى إسرائيل أنه في حال انهيار الحكم الحالي في السودان من أن تعود إلى قاعدة لفصائل المقاومة الفلسطينية شكرا لك أحمد دروشا مرسلنا من مدينة حيفا